طيب احنا كنا نتكلم عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وكان عايز ألحضرتك برضو عن حاجة تانية هل لسه بنرصد إصابات بالكورونا منذ بدأت بقى ألفا بيتا جاما دلتا هل لسه بنرصد إصابات بهذه المتحورات؟ موجودين بس بنسبة بسيطة جدا لأنه دلوقتي فيه بتحدث إزاحة خلينا نقول المتحورات الأكثر انتشارا بيكون عندها قدرة أنها تتفوق ويعني تحل محل التحورات الأقدم نسبيا فدلوقتي الصورة على مستوى العالم كله بيسود فيها حاليا أوميكرون بنسبة كبيرة ولسه فيه عدد إصابات من دلتا لو دورت كويس قوي وعملت تحليل عدد كبير جدا من العينات وعملت تحليل الشفرة الوراثية بتاعة العينات دي هتلاقي فيه نصب بسيطة جدا ما زالوا موجودين ولكن احنا الحاجة اللي تهمنا والحاجة اللي احنا محتاجين نحن نركز عليها هو دلتا وبالطبع أوميكرون طيب دكتور فيه يعني انتشار لمتحور جديد بقى في فرنسا يعني احنا خلاص عدينا مرحلة الأوميكرون وإحنا في حاجة تالمية دلوقتي حاجة خمسة في فرنسا هو يعني حيبقى فيه خمسة وستة وسبعة يعني وإحنا الموضوع بتاع التحورات ده زي ما قلنا هيستمر لأنه هو ده طبيعة الفيروس أنه هو بيتغير طول الوقت فعالية بقى اللقاح حضرتك قلت أنه فيه متحورات لكن احنا اللقاح لسه هو هو من عشرين عشرين بالضبط فعالية اللقاح بتبقى قدقين مع المتحورات دي كلها وليه دايما بنفضل نقول جرعة تالتة بعض الدول دلوقتي بتقول جرعة ربعة تمام هو محتاجين نفرق بين حاجتين الفعالية ضد أو في الوقاية ضد العدوى أو الوقاية ضد المرض الشديد في الأول خالص لما التطعيمات خرجت في أواخر عشرين عشرين كانت تطعيم مطابق للنوع بتاع الفيروس اللي موجود ومنتشر بين الناس فكان بيوفر حماية جيدة جدا ضد العدوى يعني يجي الفيروس يجي يدخل على الجهاز التنفسي العلوي بتاعنا ما يعرفش يكمل أكتر من كده وتقف يعني تقفل الصابة لكن مع الوقت بدأ يبقى فيه ألفا وبيتا وجاما ودلتا ووميكرون فبدأت قدرة التطعيمات على أنها توفر وقاية ضد العدوى بدأت تقل تدريجين لكن احتفظنا بالوقاية ضد المرض الشديد فإحنا خلينا نقول يعني خلي سقف التوقعات بتاعنا واقعي يعني بلاش يعني زمان كانت الناس تقولك أنا خدت التطعيم أنا كده خلاص أنا مش هتصاب لا أنت ممكن تاخد التطعيم وممكن تصاب لكن الإصابة مع التطعيم بتبقى عدور برد خفيف زكام رشح مقطة مهمة جدا يا جماعة الناس اللي بتقول أنا خدت تطعيم وخدت الجرعتين ومع ذلك جالي كورونا ما فيش مشكلة جالك كورونا بس ندخلتش المستشفى وده الأهم بالزبط ده شيء منطقي جدا محدش يخاف لو تصاب بعد التطعيم خصوصا بعد أوميكرون جرعتين اكتشفوا أنه جرعتين غير كافية أنها توفر وقاية جيدة لكن مع الجرعة الثالثة بترجع ترتفع الوقاية بشكل كبير ودلوقتي الدول بتتجه حتى في مصر بدأوا يبعثوا رسائل الناس بالدور بدأت الناس تاخد الجرعة الثالثة فهو ده زي ما قلت لحضراتكم المفروض نحن ما نخفش المفروض نحن نتصرف صح نتصرف صح إزاي؟ نعمل اللي علينا نستخدم الأدوات المتاحة لنا بشكل جيد والتطعيم دلوقتي متوفر بالمجان وقريب من الناس فأنا شفت في محطة رمسيس صحيح نعمل الحاملة اسمامة عن التطمن موجودة في المحطات المترو موجودة في الكترات موجودة في كل مكان وبالمناسبة عدد الناس اللي تلقوا اللقاح من هذه الحاملة ومن المحطات اللي موجودة في الشوارع حوالي 3 مليون ده شيء ممتاز جدا نحيي كل الجهود القائمة دلوقتي أنها تقرب الناس أو يعني تخلي الحصول على التطعيم أسهل وأنا دلوقتي بسمع من الحوالية أنه أنت مش محتاجك تنتظر أنت بتدخل وتسجل اسمك وتاخد التطعيم على طول ترجمة نانسي قنقر